كابتن شنو يعني لك يونس محمود لان اشوفك دائما تتابعه وتدافع عنه كأنه اكثر من اخ تعتبره اكيد ان تربطنا علاقة قوية بالكابتن يونس محمود تحياتي اليه يونس محمود يعني من الالفين علاقتنا من منتخب ناشئين ومنتخب شباب لحل ما وصلنا للمنتخب الولمبي والوطني في يونس اعتبر اخه وصديق عزيز علي وخاصة ان انا تربطنا علاقة عائلية بيونس يعني اكثر الاوقات هو يكون عندي بالبيت متواجد وانا يمين اسافر مثل اربيل او كيركوك ازور عائلته حتى من مرات ما يتصلون علي اهلا يونس من النوع اللي نامه هواي فمن تصلون علي اهلا ما يجوا ويتصلون علي لك كانت زوجته وذا كان ابوه ولا امه في يونس تربطني بعلاقة اكثر من صديقي يعني كلمة صديق تنطبق عليها اي بالضبط يعني هو اخه وصديق وانا انا حاسبه واحد من اخوتي ان شاء الله شنو اقرب شخصك او كمثالك انت الاعلى في كرة القدم اللي تقتدي به شوفي انا كنت دائما معجب بالكابتن القدير كابتن حبيب جعفر يعني كنت متابعة كنت دائما اراقب حتى انه لعبت بنفس النادي اللي لعبي هو نادة طلبة انا مثلت نادة طلبة من الاشبال الى الناشئين الى الشباب بعدين انتقلت الى الخط الاول لعبت مع حبيب جعفر فهذا كان يعني مثل الحلم عندي انه دائما انه انت شخص اللي تقتدي به اللاعب اللي دائما تحب انه تكون شبيهة تجي فترة انت تلعب وياه بنفس المكان وقريب عليا حلم ويتحقق ايه فكان هذا مثل الحلم عندي والحمد لله وشكر يعني انا اكثر الجماهيري كان هو شبوني بحبيب جعفر لانه تقريبا انه نفس الستايل الجسم ونفس المركز اللي لعبي فلعبنا هو عبيب جعفر صديقي موسيقى